السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد كنت منها ان شاء الله الفيديو جيد ليلقاكم وانتم في احسن احوال سنة هجرية سعيدة الله يدخلها عليكم بسحة والسلامة ورفعلين الله هاد الوباء ان شاء الله كما كنتلاحظو هنا عندي مجموعة ديال انواع ديال المملحات عشورة اللي غنقدمها لكم بطريقة جيد بسيطة مقادير كيجيوا بهم هاد المملحات بنان بزاف ومقرمشين تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوا على طريقة التحضير وعلى المقادير وفرجة ممتعة ونحتاج على بركتي الله المقادير عندي هنا 500 جرام ديال دقيق نس كاز ديال زيت كاز ديال حليب 50 جرام ديال فرماج محكوك 125 جرام ديال زفدان عندي الوس افلي هادو بالنسبة لتزيين عندي زرع البيضاء حبوب الباظو عندي هنا الخضر المجففة فيها التماء والبصلة والفلفة في الالوان عندي الخرقوم عندي الابزار توابل السمك عندي معلقة كبيرة ديال متاغد عندي سريك الكتان معلقة صغيرة ديال الهريسة شوية ديال الزعطر معلقة صغيرة ديال الملحة معه مراش وعندي معلقة صغيرة ديال السكر تهيه معه مراش قطرات ديال الخل ثلاثة ديال فرماجات ثلاثين أو مربعين اللي متوفر عندكم كناخد القسرية ديالي غدي ناخد الدقيق اللي بتبيعة لحال غرب التوم را 500 جرام ديال دقيق يعني نسكيله را كتخرج كمية لبسا بها ديال المملحات غدي ناخد الزبدة بالنسبة للزبدة هنا انا كانت عندي زبدة أطلس هي اللي كانت متوفرة عندي كتستعملوا اي زبدة عندكم زبدة طورة كنعتذر زبدة ديال بواطا او اي نوعية غدي نضيف الملحة و السكر سكر دور دياله انه غاي يعطينا واحد اللون زوين للمملاحات ديالنا الى ما بغيتوش تضيفو هبلاش وغدي نضيف هنا الفورماج المتلت اول مربع اللي كانت متوفرة عندكم بالنسبة للخميرة نسيت ما ذكرتها لكمش كان نضيفوه غير قبيص هاد الخميرة او راس معلقة صغيرة لاملقة صغيرة ديال الحلويات م actore منها حيث باش ما KIM تضيفو رما لاش الاشكال ديالوا 副 الملحة ديالنا الا ما بغيتوش تضيفوOR الخميرة ما تضيفوهاش بالنسبة لزيت عندي نصف كاس ديال изيت هالي كاس العبار ديالو صغير شوية شوية على كاس ديال العنبة بالنسبة لكاس انها تضيفو نصف كاس ديال كاس ديال العنبة هنا هنضفت شوية شوية اكتر من كاس حيث العبار ماشي بحال الكاز دي العنبا غادي نبدأ نجمع في العجينة ديالي او في الخاليط ديالي حتى نجمع جميع العناصر وكيندمجوا وكندخل هذك الدقيق في الزبدة والفورماج والزيت كان نبس بسو مزيان هاد العجينة ضروري كتخدموها بهاد الطريقة ضروري كتبس بسو هادك الدقيق قباش كيحتدنا واحد النتيجة زوينة هاد العجينة يعني على ضمان تيرا ما غديش تحشمكم كتجي زوينة بزاف وبنينا وكتجي مورقة لداخل إلا جربتوها اكيدا اكيدا غديتعجبكم وهاد المملحات هاد القرشلات كي ما بغيتوا تسميوهم عمرهم ما يحشموكم وغيشكروكم عليها الناس يعني ما قادر ديلهم زوينة من بعد ما كان بسبسم زيان هادك الدقيق مع الزبدة والفورماج وكيددخلوا لي جميع العناصر قادر ندف في العجينة قادر ندف المطاقت والإبزار محلقة كبيرة ديلة المطاقت او الخردل الخردل كيعطي واحد منك هزوينة للعجينة وخام ما درتوش حتى شي إضافة أخرى درتو العجينة فيها الخردل والإبزار يعني كتجي العجينة ديلة هزوينة وشيشة لداخله وفي نفس الوقت كتكون مقر مشعلة برا قادي نخلط الخالط ديالي وكنضيف الحليب بالنسبة الحليب عندي الحليب عادي ما كيكونش دافي الحليب عادي ولا بغيتون أنكم ما تجمعوش بالحليب وتجمعو غير بالماء تقدروا تجمعوه لكن في هيد الحالة قدضيفوا واحد ياغورت طبيعي أو دانون مستوس ولكن أنا كيعجبني هاد المملحات كيعجبني نعجنهم بالحليب بالنسبة للعجينة ما كنعجنوهاش غير كنخلطوها كنجمعوها الحليب ما كتضيفوش تقاو حدا هديك الكاس يعني كتضيفوه بشوية بشوية على حسب الحاجة ديال الدقيق وش الدقيق ديالكم كيتشربوا ولا لا المهم كتجمعو حتى كتحصلو على واحد العجينة متماسكة ما كتكونش عجينة مرخوفة نهائيا لأنه إذا قدرتوا العجينة خاصها ما زال تقيق كتعدبكم في تشكال ديال المملحات ومكيجيش شكل ديال هزوين يعني العجينة كتكون عجينة متماسكة وما كتكونش قصحة يعني غير متماسكة من بعد ما كنجمع العجينة لأضفتلي هذك الكاس كامل ديال الحليب يعني الكاس مشي كاس عنبا كيكون هذو كلي صغار شوية لكاس للعنبا العجينة كتجي متماسكة ما كتجيش قصحة ولكن في نفس الوقت عاو التاني ما خاصاش تجي مرخوفة حيث إذا جات مرخوفة كان خاصها ما زال دقيق المملحات ديالكم ما كيجيوش زوينين فاش كنشكلوهم وفاش كيطيبوه كيديفورما وما كيكونش شكل يلهم مقد يعني هذا دليل انه دقيق باقي خاص هذدقيق ويمكن نجمع بهذا الشكل من بعد ما كنجمعها كناخد واحد القطاع هذا هو الشكل القوام ديال العجينة اللي خاصكم تحصلوا عليه غناخد واحد القطاع وغادي نقسم العجينة ديالي أنا غادي نقسمها على 4 بالنسبة لكم إلا بغيتوا تديروا غير شكلين فقط كتقسموا العجينة ديالكم على جوج لمهين لديك شي كيبقى لكم حسب الاختيار بمعناني أنا بغيت نقترح لكم أشكال غادي نقسمها على 4 وغادي نكها ببنكهات مختلفة كل قطعة وخا قسمتهم على 4 كل قطعة نقدر نشكل منها جوج ديال أشكال المهم بقوا معايا باش تشوفوش حال ديال الأشكال غادي نخرجوا من هاد 500 جرام ديال الدقيق بالنسبة للشكل الأول أو النكهة اللولة غادي ناخد الكورة اللولة غادي نسمها هادي غادي ندير فيها عندي هنا الزعتر أو كتاخدوا الزعتر ولا الزعترة ولا تقدرون تاخدوا حتى الحبق المهم اللي متوفر عندكم ولكن هادو ديال الزعتر والفورماج معروفين غير أنا غادي نضيف لهم واحد الإضافة يعني غادي نضيف لهم توابيل السامك أو عطرية السامك غادي نضيف 50 جرام ديال فورماج سواء كان فورماج حمر ولا فورماج شيدر المهم الفورماج اللي كان متوفر عندكم كتاخدوا 50 جرام وكتدخلوا هاداك الفورماج في هاداك العجينة حتى كيندامجوا غادي نضيف واحد نسمعي لقان صغيرة ديال عطرية السامك إلا كانت متوفرة عندكم بطبيعة الحالية لما كيناش سوف يكا تكتافي وغير بالفورماج ووووو الزعتر اخلييت مزيان حتى كيندامجوا العناصر وكنخلي الكورة ديالي على جن حتى كنحضر باقي الكورات اللي تبقاولي هناخد الكرة الثانية هنصرح احتهية وهذه هنضيف لها الفواكه المجففة احتضر الخضر المجففة اللي كيكون فيها فلا في الالوان كيكون فيها بصلة مجففة والتوم احتهية والسيبولات والمعدنوس الى ما كيناش مطفرة عندكم هاد الخضر المجففة كتدفو غير البصل المجفف والتوم المجفف ولكن عندكم معدنوس مجفف حتى هو والسيبولات تقدرو تخلطوهم كاملين وهانتو ما تحصلون على الخضر المجففة ولا كتكتفيو غير بالنصلاة مجففة حتى هي كتجينك هادية الهزوينة صافي كنخلي هاد الكورات كنديرهم في بلاستيك غدائي لا بغيتني اربح الوقت وكندخل كلها كورا كندخلها في فتلاجة كنخليها تبرد باش هذيك الزفده تهي التماسك وغادي تعاوني في الخدمة بالنسبة للشكل تالي غادي تعاوني في الخرقوم الخرقوم البلدي بالنسبة للاكهات كتنكهو باش ما بغيتو كتلعبو في النكهات انتو ما واتوق ديالكم كننكه هاد المالح غادي نكهو بالخرقوم البلدي وغا نضيف له مع الدنوس اللي غادي نفرمو مزيان غا نفرمو رقيق وغادي نضيفو اللعجينة بالنسبة لهاد الكورا غا نخرج منها جوش اشكال واحد الشكل غادي نضيرو مربعات صغار غادي نضيينهم بالبيض ونزينهم بحبوب البافو والجنجلان البيض واحد الشكل الاخر غادي نضيرو صبعات اللي غادي نستعملو فيهم غادي نقطعهم بجرارة ديالبيتزا يعني شكل زوين بزاف وراقي كيجيو مقرمشين وساهلين في الخدمة ديالهم غير كندوزو هذيك الجرارة للبيتزا من بعد كنفصلوهم كنقطع هذيك الملاقية فين لاصقين كنقطعهم غير هكا بالموس وهكا كنتحصل على كمية كبيرة ديالصبعات ديالمملاحات المقرمشين في دقة وحدة يعني في ضغية كيوجدو غادي نحط هاد العجينة ديالي كاملة انا غا نحطها في المجمد باش توجد اللي ضغية باش نخدمها غادي نسرح الكرة اللولة ديال العجينة هذي غادي نقطعها بالقطع الدائرية كيما كتلاحظو هذي العجينة اللي خدمتها بالفورماج و الزعتر و عطريد السامك غا نقطعها دوائل غا ندهنهم بيضة كاملة يعني بيضة كاملة ما غاديش نحزل البيضة على الصفر لا غا نخلط بيضة كاملة غا نضيلها قطرات ديال الخل وغادي نزينهم بزريعة الكتن وزريعة البيضة من بعد من كان كملت زين ديال المملحة ديالي غادي ندخلهم الفران على 170 درجة يعني الفران كان شعله من الفوق ومن تحت وكان طيفيه المملحات ديالي هنا غادي نبدأ نشكل الكويرا اللي من سمتها بالخضر المجففة غادي نشكل بيها هذوك الكروة السونة الصغار هم اللي غا نشكل بيهم هاد العجينة غادي نصرحها رقيقة نحاول نرققها من بعد كان اخذ جرارة البيتزا وانتو ما كتلاحظو يعني سرحت واحد مربع كبير وقسمتو على ثلاثة وكان شكل هاكا مو ثلاثات بحال من كان صاوبوا الكروة السونة يعني لا لقيت شي بلاسة هاكا صاوبت شي متل التعريض كان نقسم النوم بكل سهولة بالجرارة وكيتلواوا بكل سهولة يعني غير كتبدو فيهم الخدمة المرة الاولى يمكن غيجيوكم هاكا صحيب ولكن غير كتتلقي ديكم كيتصاوبوا بكل سهولة والمنظر ديالهم صراحة المنظر ديالهم كيجي راقي بساف كانتمنى انكم تجربوهم يعني مملحات قيمة في الروعة غير في البداية فاش كتبدو تلويو كتضغطو على هادك البداية ديال هاد الكروة السونة كتضغطو كتلويو هاكا على فكرا خصكم ضروري قبل ما تسرحوا العجينة ترشوا سطح العامل بدقيق هاد كديروهم هنا الشكل الثالث غادي ناخد العجينة غادي نصرح هنا اخديت المطاقدو الهريسة وشوية ديال التحميره غا نصرح هاد الخاليط فوق العجينة ديالي غادي نبدأ نشكل واحد الحربول غا نشكل الحربول و كنلويو مزيان كنضغط باش ما نخليش فراغات و ما يجيش مرخوف فاش غادي نقطعوه ما يبانوش هادوك الخويات هاد الحربول غادي نخليه فالتلاجة ولا انا غا نخليه فالمجميد حيث انا مزروب عليه غادي نخليه فالمجميد باش نقطعوه على منسالي قاع الكمية اللي صاوبتها وغا ندخلهم الفران غايكون هاد الحربول واجد وامتماسك عاد غا نبدأ نقطعوه بالنسبة ليكم إلا كان عندكم الوقت كتحضروا بحال يوم لغدليه ولا جوش سويع ولا المهم كتحطوه في المجمد وكيجمد معاكم ضغياء هات كتبدو تقطعوه هنا هنتو ما حربلتو يعني بغيتو تديروه رقيق على هاد شي يعني تديروهم صغيرين غير كترققوه في هادك الحربول يعني كتديروه شوية صغير كنسرح الجنجلان نبيض فوق سطح العمل وكن ندوز في هاد الحربول باش يجي من اللبس كامل بالجنجلان نبيض كنسوديم زيان لعجينة باش ما تتحلش معايا عاد كنمشي ندير عليه هادك الجنجلان كيما سبق لي وقلت لكم عاد كنحطوه في المجمد باش يجمد ونقطعوه بكل سهولة هاد الجنجلان البيض فقط اختياري بالنسبة للشكل الاخر اللي صاوبت هاد المرشم كنت خديته المصاوب بي حلوه وشفتو قلت علش اللي ما نصاوبش ما نجربش فيه هاد نجرب فيه شي مملحات نشوف الشكل ديالهم كيفاش غايجيوه يعني الصراحة الشكل ديالهم جراخي بزاف وحصري ما غديش تلقوا هاد المملحات في بلاس اخرى يعني الشكل ديالهم جزوين بزاف 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 هاد العجينة قدرتها شوية فاش سرحتها ما رققتهاش بغيهم يكونوا شوية اغلاد ما يكونوا شرقية وكي وهادك الخوية هادك التقبل اللي كتكون في الوسط غادي ندهنهم من الفوق بالبيت وغادي نعمرهم باللوس افيلة او تقدروا تعمرهم بجنجلان وزريعة وزريعة الكتان يعني هادك شي كيبقى لكم حسب الاختيار يعني صراحة الشكل ديالهم جراقي بزاف وزوين انا كان دهنتهم هنا بالبيت وكان زوقهم باللوس افيلة كيما كتلاحظوا بالنسبة لطيب ديالهم عادي بحال اخرين على مية وسبعين دراجة وكندخلهم كيش كتشعلوا الفران من الفوق ومن التحت وكتخليهم تطيبوا غير تدوا البال مع الفران حيث هاد الاشكال الصغيرة في الساعة كيطيبوا خليوهم يتحمروا ياخدوا واحد اللون وهادك السكار اللي ضفنا كيعطي اللون زوين لمملحات وما كيكونش باين يعني بالنسبة اللي ما كيبغيوش يضفوا السكار على ودرجة وذلك شي يعني كتضفوا غير شوية باش يعتلوا نزوين لمملحات ديالكم الشكل الاخير اللي غنصوبوا بهذاك العجين اللي بقت لي بديال الزعتر وديال الخرقوم والمعدنوس غنضف به هاد الصباعات اللي قلت لكم صوبتهم بجرارة ديالبيتزا يعني صباعات كيجيوا راقي مزاف وسهلين في التحضير ديالهم غندهنهم هادو فقط بالبيض هاداك البودان اللي خليتو جمد اهو تمسك معايا ولكن كنخلصوا عادي تمسك شوية خليو خليو بالنسبة ليكم اللي مزروبين شعني غتصوبوا غير في الساعة انا غير على ود الفيديو زربت عليه مملحات ديالي هوا مواجدين كيما كتلاحظوا ما شاء الله كمية وفيرة ديال مملحات وراقيين احسن مليون مرة فهادو كلي كيتباعوا لبرة هادو كتنكوهم فيهم نكهات فيهم القوام زوين وكيشهيوا يعني كن شاء الله انكم تجربوا هاد المملحات اللي صوت لكم وقترحت عليكم وكنتمنى تشجعوني ديما هادو كالصباعات اللي صوتهم كيجوا مقرمشين جوا غزالين بالساف الى عجبكم هاد الفيديو ما تنساوش تخليوه لي في التعليقات وما تنساوش ديما تشجعوني وراكم ديما كتفرحوني بالتعليقات ديالكم شكرا على المتابعة والى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة